وخلال البرنامج الخاص أكد ديفيد باول الكاتب في الشؤون العربية والدولية من لندن في مدخلة مرئية أكد أن التمييز بين المواطنين القطريين في التصويت والترشح ينتهك دستور قطر والمعايير الدولية أعتقد أنه من المهم الإشارة إلى أن الدستور القطري نفسه يدعو إلى المساواة في الحقوق لجميع المواطنين سواء كانوا من المواطنين أو المتجنسين هذا القانون ومن خلال التمييز ضد المواطنين ومن يستطيع التصويت أو الترشح فإنه ينتهك في الواقع دستور قطر نفسه وبالطبع المعايير الدولية أيضا وهنا تكون تقارير حقوق الإنسان واضحة تماما بأن جميع مواطني أي بلد وجميع أولئك الذين يعيشون في البلاد يجب أن يتمتعوا بالحق في التصويت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر